جريدة اليوم السابع وتحت عنوان رسالة إفريقية من قلب باريس مشيرة خطاب مرشحتنا لليونسكو بعد سحب العراق لمرشحها هل هدريك تتوقع أن فرص فوز السفيرة مشيرة خطاب خصوصا في شاب اتفاق إفريقي عليها؟ لا لا مش شابتها هي مرشحة العرب والأفرقى وحتى جزء من أوروبا احنا عمليها عملية بروباجاندا يعني هيلة جدا محترفة جدا في هذا الإطار رغم مع كامل تقديلي طبعا للسيدة مشيرة خطاب أنا كان نفسي المرشح المصري أو المرشحة المصرية يتبقى أرقى من كده لكن خلينا نقول أن الاسم ليه عندك تحافظ؟ لا مش تحافظ شخصي أنا بكلم تحافظ مهني السي بي نفسه يعني مش تقيل في هذا الإطار بس خلينا نقول أن مصر الدولة المصرية عملت بروباجاندا محترفة في هذا الإطار كذبت الملف المساحة مين من وجهة نظرك اللي كنت شافي السي بي بتاعته أحقبنا نحن لو كلمنا على أسماء بشكلها وباخر هنخش بقى ده تابع مين وده تابع مين مش عارف إيه فخلينا نقول لا دعي للاستقطاب حتى هقولك أن أختها أنا بساعة دكتورة مديحة خطاب يعني كانت أكتر انتاجا منها بس خلينا نقول خلاص إحنا فاضلنا كام يوم أعتقد بعد بكرة أنا متوقع إن شاء الله هنفوز وتبقى أول سيدة مصرية عربية إفريقية تنال هذا الشرف وأتصور إحنا لما نكسب المساحة دي ده دي عودة قوية لمصر يعني انتاج حقيقي لعامل كبير إذا كانتوا بيناسي أو خبراتي في حال فوزها هتتعامل مصر مع هذا المنصب الدولي إزاي؟ هو أولا دهب إنجاز كبير جدا أنت أول مرة تخش المعترك ده طبعا أنت فاكرة المعركة بتاعت فاروق حسني وعلى فكرة يعني عملنا فيها ريكورد وكانش ما كناش يعني كان فيه تمزيل مشرف وموضوع نفسي قوية اتعلمنا واضح من ال وده من ضمن الحاجات المفرقة ما كانش فيه البروباجاندا اللي بقوة يعني ما كانش فيه البروباجاندا بتسند وبالشفر زي ما أنت بتقولي فعلا لا لا أفريقيا برضو ما كنتش معنا قوي احنا من ضمن الإنجازات اللي احنا عملناها فكرة أني أفريقيا مش كلها معانا محيدة حتى العدو محيدة اللي هو مسيطرة عليه إسرائيل قوي فمحيدة مثلا أنا هديكي مثال ممكن نطلع منه بس مش بعيد قوي يعني أنا الآن مثلا على فكرة غانا ممكن البعض يتهني بالمبالغة شوية غانا العلاقات الإسرائيلية الغانية قديمة جدا من أول الدول اللي اعترفت بإسرائيل هي غانا أنا الآن أن هي يكون بتلعب في الملف بتاع التأهل مصر المنديالي الروسي وفكرة اللعب بالاحتياطي والكلام اللي هو فجأة دوت يعني غانا دي دولة قوية جدا في الكرة فإزاي ترضى بالمهانة دي ولسه قدامها فرص أساسا يعني لو فازت بالمبارايتين دول ممكن تكسب فإزاي هما يقدروا يعني بالتأكيد في مقابل حاصل بعيدة عن مبالغات أنا شايف دوت وهي علاقتها بأغاندا طبعا لأن حوض النيل مهم بالنسبة لها فهي عاملة شغل فأنا أتمنى أن احنا نبقى صحيين الحكاية دي نرجع لمشاهدة خطاب أنا أتصور أن احنا اليونسكو وقف قوية جدا مع العرب والمسلمين ضد إسرائيل وأمريكا اعترف بضريح الخليل الإبراهيمي منطقة محتلة وهي تابعة للتراث الإسلامي ليه مواقف الحرم القدسي وتراث إسلامي كل دوت حتى أمريكا وقفت التمويل لليونسكو عقابا لها فده إنجاز كله لو احنا اشتغلنا على ده هتبقى المنظمة دي بتاعتنا بشكل مفيد للتراث العربي والإسلامي ترجمة نانسي قنقر